الطريقة الثانية ممكن استخدامها في الاسيسمنت الماصل تون الحاجة اسمها بوصر الفيكسيشن ودي حاجة كده عاملة زي التست اللي كانوا بيعملوه في الأفلام زمان كده بيشوف واحد عايش ولا ميت طبعا الميت بتبقى اللي هو لسه ميت يعني بيبقى مفيش تون في العضلات خالص فلما يرفع يده لفوق كده ويسيبها هترح واقع على الأرض تمام نفس الفكرة لما يرفع فوق ويسيبها هترح واقع ده لو حد نورمال ماسل تون بتاعه نورمال لو انت رفعت ايده لفوق ويسيبتها هتلاقي بيعمل فكسيشن وبعدين بينزل ايديه على مهله لان فيه ماسل تون في جسمه طب بعمل اسيسمنت تست ازاي؟ ممكن اقعد الطفل كده على رجلي لو الطفل بيعرف يعود وبعدين ارفع ايده لفوق وبعمل جايدنس بيديه التانية ويسيبها لو ايده وقعت على طول كده مرة واحدة يبقى ما قدرش يعمل فكسيشن لللم المفروض نورمال لما سيبه هيفضل مثبت ايديه وينزله على مهله لكن لو هو هايبوتونيك وايديه وقعت مرة واحدة ده ممكن ناتج عن الهايبوتونيا ممكن الهايبوتونيا دي حاجة ابر موتور نيرون وممكن تكون لور موتور نيرون زي الابريكا بليكسوس ليجين نشوف الناحية التانية مثلا يرفع ايده لفوق والايده التانية انا بعمل جايدنس ويسيبها لو ايديه وقعت مرة واحدة يبقى ده في الغالب هايبوتونيا ممكن نعمل نفس التست في اللو اناب بس هو طبعا مش تست اكورت زيه زي لكن ده ممكن نستخدمه كتست سريع لهايبوتونيا ممكن كمان نعمل تست باي شيكينج شيكينج بمسك الرست بتاع التشايل بالشكل ده وابدأ ان انا اعمله شيكينج كده بالشكل ده لو لقيت الحركة بتاعت الصوابع بتاعته فليل فليل يبقى عاملة زي ما يكون حتة قماشة كده بتتحرك فليل يبقى ده هايبوتونيا نورمالي هو يعرف يسبب الصوابع وما فيش اي مشكلة الحركة بتبقاش فليل تمام كانك ماسك قماشة وبتحركها كده تمام نفس الفكرة بعمل شيكينج بمسك من الرست يعني بمسك من هنا كده تمام بمسك بالشكل ده كده وحرك خلاص محدش يعمل هاري بيتشاك بقول كنت بقول لواحد اعمال لي شيكينج لواحد ام مسلم عالطفل وبعد يعمله كده وبيشوف دراعه هايبوتونيك ولا طبعا غلط انت بتعمل شيكينج عن طريق الهز مش بتسلم عليه نفس الفكرة هنا بعمل شيكينج في اللورم بمسك الأنكل وهزه كده شوية لو لقيت الحركة فليل يعني حركة صوابع بتاعته فليل عامل زي القماشة يبدأ في الغالب هايبوتوني